السلام عليكم ورحمة الله بركاته وزيكوا شباب عمليين ايه اتمنى تكونوا خير النهاردة يا جماعة فيديو جديد وهنعمل شرح الموقع جديد هنشوف الموقع دوت مع بعضينا اثناء الفيديو هل هو كويس ولا وحش خصوصا ان الموقع دوت موقع روسي ويعتبر واحد جديد من الموقع اللي بدأت تنتشر في الفترة الاخيرة بصورة كبيرة الموقع اللي هنشرحه النهاردة اسمه متكس خصوصا ان الموقع دوت في الفترة الاخيرة بدأ ينتشر على النطاق واسع فهنا تزيد التساؤلات هل موقع متكس دوت يستحق ان انا اشتغل عليها ايحيا ولا لا والاهم من كده هل هقدر ان انا جمع منه رأس المال محترم ولا لا قبل بس ما نبدأ في شرح الفيديو ما تنساش دعمة لينا باللايك والشير المتين السبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ويلا بينا نخش في الفيديو على طبع زي ما نشافين دي وجهة موقع متكس اللي داخل على حوالي سنة هو يا شباب شغال والدنيا تمام تمام بالاضافة ان في حوالي اكتر من مليون و تلتمئة الف شخص شغالين على الموقع والموقع دافع لغاية دلوقتي حوالي اربعين مليون روبل للاشخاص اللي اشتغلوا عليه زيد على كده ان من مميزات برضو بتاعت الموقع ان هو ليه تطبيق على الجوجل بلاي وليه تطبيق برضو على فلو الناس حابة ان هي تشتغل من خلال التطبيقات ديت هتقدر انت تحمل التطبيق وتشتغل من خلاله بس برضو زي ما انت ما شايف ان الموقع ليه مميزات فالموقع برضو ليه عيوب كتيرة هنذكرها اسناء الفيديو عشان تسجل في الموقع بتخش من اللينك اللي في وصف الفيديو تحت واللي احنا سيبنهولك في اول كومنت كمان سواء دوت او دوت هيدخلوك على الصفحة الجميلة دي هتبدأ انت تكتب هنا اليوزرنين بتاعك وبعد كده الايميل بتاعك وبعد كده يمعلم البسور وتيجي عند خانة من هنا وتختار العملة اللي حاب ان انت تتعامل بيها يفضل ان انت تخليها على الروبل عشان التسقاط اللي هتزهولك هتزهولك اسم باسعار الروبل فبالتالي لما تخليها على الروبل افضل بكتير في خانة الرفيرر هنا هتلاقي يحي رفيق اللي هو يا جماعة الشخص اللي جايبك للموقع اللي هو انا بعدها بتدوس على كلمة有ма بتسجل عليه طول مبشرة في الموقع بتلاقي اتبعت لك ايميل بالشكل اللي قدابك دوت الايميل بيبقى فيه اللي انت بتدوس عليه عشان تفعل يعلم الايميل بتاعك في الموقع وبرضه بيبقى بداخل الايميل دوت اليوزرنيني بأنككتبت وفي نفس الوقت برضو البسورد اللي انت حطيته بعد انما رسالة دي تجيلك هتيجي على الموقع مرة تانية وتدوس على كلمة 모든人 اللي فوق ديت او تسجيل الدخول وتبدأ تحط اليوزر بتاعك وبعدها على طول تحط الباسورد وتدوس على كلمة هيدخلك على اللي انت سجلت به او اللي انت عملت به تسجيل في الموقع. بعد تسجيل الدخول في الموقع زي ما انت شايف دي بتبقى الواجهة بتاعتنا تحسها واجهة معقدة حبة ولكنها على العكس تماما هي واجهة سهلة وبسيطة. هو هنا بيقول لك ان في مسابقة لو انت حايا بتشترك فيها المسابقة ده بتقدر انت تكسب فيها لغاية عشر تلاف روبل. طبعا سيبنا من الكلام ده خالص انا حايا بان انا المسابقة والكلام الجميل ده تماما يا شباب فوقنا منه. وهنا نيجي الاول ميزة في الموقع ان الموقع ده عشان لسه جديد ففي مسابقات كثيرة بتتعامل عليه في خانة من هنا يا جماعة بتلاقي المسابقات اللي موجودة في الوقت الحالي. بتبقى مسابقات ما بين الناس اللي بتعمل تسجيل في الموقع ومسابقات ما بين الناس اللي بتجيب احالات ومسابقات ما بين الناس اللي بتعمل اعلانات في الموقع. وكل ما تشتغل اكتر بتاخد فلوس بالروبل على قد للشغلك اللي انت اشتغلت. طيب يا معلم ياحيي. انا دلوقتي اشتغل على موقع دهات ازاي? بكل بساطة انت يهمك قائمة اللي في الجنب ديت. ما لكش دعب اي حاجة تاني غير القائمة اللي في الجنب ديت. هتلاقي في القائمة اللي في الجنب ديت خانة اسمها هنا بقى بيعرض لك كل الطرق اللي تقدر انت تكسب فيها من الموقع. زي بالزبط فكرة الموقع بتاع وغيرها من المواقع الروسية للربح. بيبقى منديك طرق كتير للربح منها اللي هي نقرأ الاعلانات. وزي ما انت ما شايف يا معلم الاسعار كويسة ومعقولة بالنسبة لان الموقع لسه مفتوح جديد ويعتبر الاسعار ديت زيها زي بالزبط وزي بالزبط برضو. اول ما بتخش في اي اعلان من الاعلانات بتلاقي عدات زهال لك فوق اول ما بيخلص العدات دوت. بيبدأ ان هو يقول لك مبروك انت كده خدت فلوسك زي ما انت ما شايف وتقفل التاب من هنا هتلاقي الفلوس الضافت في خانة روبيلات في المنقة كونت عنها. والاعلانات ديت بتتجدد كل يوم يا معلم فتقدر انت تخش يوميا تعملها. عندك بقى الطريقة تانية للربح اللي هي من هنا اللي هي الخطابات زي بالزبط ابيسو برضو. بتبدأ ان انت تخش في اي حاجة من دول وتدوس عكامة من هنا بيبدأ ان هو يجيب لك زي مقال. اول ما بتقرأ المقال الجميل دوت بيبدأ ان هو يعرض لك سؤال جميل بيقول لك فلو انت ملاحظ وقريت المقال هتلاقي ان هو وكاتب لك هنا فاول ما تدوس عكامة هندردز اوف روبيلز هتلاقي دخلك عالصفحة الجميلة ديت هيبدأ ان هو يعمل معاك مؤقت. اول ما مؤقت يخلص هتلاقي ضاف لك الفلوس على طول بتقفل التاب من هنا وتجي تعمل رفرش هنا يا معلم هتلاقي الفلوس زادت في خانة الروبيلات عندك. فدي كان التاني طريقة للربح. التالت طريقة الربح والاساسية هي الربح عن طريق التسقاط بقى زي وزي المواقع التانية كلها. فعدد التسقاط اللي موجودة في الوقت الحالي بتاريخ طبانتشر تمانية الفين وعشرين هو ستمائة ستة واربعين تصف. اسعار المهمات في الموقع متراوحة ما بين مهمات سعرها ممتاز ومهمات سعرها معفن جدا. يا الله لجر فوق. يا جاب وانت. وده بسبب ان الموقع ما انتشرش عليه مؤلنين كتير. فهتلاقي اسعار متفاوتة وبصورة كبيرة جدا. يعني حابة تلاقي مهمة سعرها ممتاز زي المهمة بتاعت دي ديت هو هنا طالب منك ان انت تعمل ولايك ليه البوست دوت بقيمة واحد ونص روبيل فقط لغير. فده سعر معقول وممتاز هبدأ ان اخش على المهمة كده. فهتلاقي التفاصيل الخاصة بالوظيفة هنا كاتب لك هنا وهتلاقيه تحت هنا طالب منك الاسبات اللي انت هتقدمه. هو هنا طالب من الحاجات اللي انا هعمل. وفوق هنا يا جماعة خنت التقييمات بتاعت الشخص اللي ناشر الوظيفة. واسم الوظيفة والتصنيف بتاعها وعدد المهمات اللي المفروضة ان ان انت هي تخلص من الوظيفة دية. فامن الاخر كل المعلومات الخاصة بصاحب الوظيفة والنشر الوظيفة بتبقى موجودة فوق هنا. اما كل المعلومات الخاصة بالتسكيزات نفسها بتبقى موجودة تحت هنا. كل اللي عليك ان انت هتدوس على كيمة start execution من هنا. فهتلاقيه ده الخلك على اللينك اللي انت المفروضة تعمل منه المهمة. وتبدأ ان ان انت تعمل المهمة عادي جدا بكل وسط. هو هنا طالب منك انت تعمل وتعمل للشخص دوت. فهدوس على كمية هنا يا معلم ويبقى انا كده عملت اللي هو طالبه مني. هبدأ ان انا اخد لان هو طالب مني ان انا اعمل او الاسباتات اللي قدمها قدمها اسكرينات. وبعد ما اخد كده هبدأ ان انا اجي هنا يا معلم واقدم له في خانة الرفع هنا يا شباب. يعني الرفع هنا موجود بداخل الموقع. ما بتضطرش تستخدم اي مواقع خارجيه عشان ترفع بتاعتك. انت بترفعها عادي زي ما انت ما شايف معي كده يا معلم. اول اسكرينات هحطه له هو. هبدأ بعدها اخش وحط له تاني اسكرينات يا معلم. لان انت لازم بتحط كل اسكرينات كلها مرة واحدة. لا. بتحط اول واحدة وبعد كده لما بتترفع زي ما انت ما شايف قدامك هيه. بتبدأ ان انت تخش هنا وترفع التانية وهكزا. تقدر ان انت ترفع اي عدد من اسكرينات انت حاب. بعدها هتدوس على كلمة من هنا. هتلاقي بيقول لك تمام مبروك انت كده عملت التسكي من نجاح وتم ارسال بتاعك. ولو انت ملاحظ تحت هنا بيقول لك ان العملية بتاعت المراجعة ما بتاخدش اكتر من خمس تيام عمل. يعني في خلال خمس تيام عمل صاحب الوظيفة ديت او نشر الوظيفة ديت لو مقبلش المهمة بتاعتك المهمة هتتقبل تلقائي زي ما في المواقع اللي احنا بنشتغل عليها التانية. يعني انت ممكن في خلال ساعة تلاقي المهمة تقبلت او في خلال ساعتين لو ما تقابيتش في خلال الوقت دوت بعد مرور الخمس تيام هتلاقي تقبل الترقاق. تعالوا نشوف باقة الاسعار والتسكات اللي موجودة في الموقع هتلاقي ان في اسعار متفاوتة زي ما كنت بقولك ان في اسعار هتلاقيها ممتازة وفي اسعار هتلاقيها قليلة جدا. يعني على سبيل المسال عندك مهمة تليجراما هي سعرها مش محصل لنص روبل. عندك مهمة سعرها عشر روبل. عندك هنا مهمة سعرها مش محصل لنص روبل. فبالتالي زي ما بقولك كده ان الموقع لسه المعلنين ما انتشروش عليه. فعشان كده هتلاقي اسعار ممتازة واسعار قليلة جدا. فانت اختار المهمة بتاعتك وانطقي المهمات بتاعتك. طيب يا جماعة انا دلوقتي عملت تسكينة هو قدامكم. ودلوقتي الاقي التسكات ديت فين? واعرف اتقبلت التسكات بتاعتي ولا ما تقبلتش ازاي? بكل بساطة بتيجي عند كلمة من هنا فوق. هتلاقي كلمة ديت او لما بتعملها على كل التسكات بيظهر لك كل التسكات المتاح ان انت تعملها في الموقع. اما لو عايز ترف التسكات اللي انت عملتها وموجودة في المراجعة فهتدوس على كاملة من هنا هيحاولك على التسكات اللي انت عملتها واللي موجودة حاليا في المراجعة واللي هتتقبل بازن الله او لما تتقبل بازن الله هتاخد فلوسك. هتلاقي بيقول لك ان اللي موجود دلوقتي عندي في المراجعة هي تسك واحدة دوات اللي سعره واحد ونص روبل يا جماعة تقريبا اللي هو بتاع اللي احنا عملناها بعضين. اما التسقات اللي مش مقبولة او اللي مرفوضة هتلاقيها في خانة من هنا. والحمد لللي احنا معندناش ولا تسق مرفوضة لغاية دلوقتي لان احنا لسه مشتغلناش على الموقع لفترة طويلة. برضو الموقع بيوفر للجميع مجانا خلط الفلتر تقدر بكل بساطة تيجي هنا عند كلمة وتدوس مسلا على كلمة فيزال لك كل المهمات الخاصة باليوتيوب والريد تيوب فقط لغير. يا اما تخليها مسلا على كلمة في كي فايزال لك كل المهمات الخاصة بالفي كي فقط لغير. يا اما تخليها مسلا على كلمة فيزال لك كل التليجرام او كل المهمات الخاصة بالتليجرام فقط لغير. واللي لو انت لاحظت هنا هتلاقي ان هي مهمات كتيرة جدا اي نعم في منها اسعار وحشة ولكن في اسعار حلوة برضو. فدي كان التالت طريقة للربح يا معلم. رابع طريقة للربح هي ان ان انت تاخد اختبارات. زي بالزبط المهمات اللي انت بتلاقيها ان انت بتخش يا معلم من هنا وتدوس على كلمة Burg estás هيبدأ ان هو يعرض لك اختبار وبتبدأ ان انت تاخد كذا سؤال لما بتجوىALك كذا سؤال دول بتبدأ ان انت تاخد فلوس يا معلم التست دوي. خامس طريقة للربح هاية عن طريق مهمات اليوتيوب بتخش عليها وتبدأ ان انت تحليك من هنا بيبدأ ان هو يعرض لك المهمات الخاصة باليوتيوب المتاحة. وبتبدأ ان انت تفتح اي واحدة من دوله تدوس على كلمة. هيبدأ ان هو يحولك على الصفحة بتاعت مشاهدة الفيديوهات. وهتلاقي ان فيه تايمر بيعدي معاك فوق هنا واول ما يخلص بتيبدأ ان انت تاخد الفلوس بتاعت التاسك عادي يا معلم. فانت فكك من موضوع المهمات بتاعت اليوتيوب ديت. لان انا شايف ان هي قليلة للاسف دلوقتي. خلينا نخش على مهمات زي ما انت مشايف. هتلاقيه بيقول لك ان انت عشان تشتغل مهمات لازم ان تربط حسابك من هنا في فهدوس على كيمة من هنا. هتلاقي دخلك على الصفحة الجميلة دية. وبما اننا دخلنا على الصفحة الجميلة دية فاحنا لازم ان نكمل البيانات بتاعتنا ديت. زي ما انت مشايف هنا الايميل بتاعك بيقول لك فانا لازم ان انا اكده فهدوس على كيمة من هنا. هتلاقيه بعتلي لينك تأكيدي مرة تانية على الايميل بتاعي. بعدها هتبدأ ان انت تنزل هنا بقى عشان تكمل عملية الربط بتاعت الفي كي بتاعك. ضروري برضو ان انت تربط الاكاونت بتاع اليوتيوب بتاعك عشان يبدأ او العداد يعيد. فكل اللي عليك ان انت هتيجي على كلمة و تدوس عليها و ضروري ان انت طبعا تبقى مسجل و فتحه بالفعل في المتصفح بتاعك عشان ما تتعبش وتدخل الباسورد والايميل المرة تانية. هتدوس على كلمة من هنا هيبدأ ان هو يحمل معي و مبروك كده انا ربطت الربط بتاعي بنجاح. وفيه هنا خيار جميل جدا اقدر ان انا فعله عن طريق ان انا هنا ده معناه ان انا اقدر ان انا اخش في الموقع بتاع من خلال بتاعي. نرجع تاني هنا ونتأكد من عملية الايميل ان هو لسه لغاية دلوقتي لان الرسالة لسه ما تبعتت ليش تعالوا نتأكد كده. هتلاقي ان بعد مرور عشر دقائق بالزبط بعت لي رسالة وفيها كود التفعيل فهخش كده يا معلم مفتح الرسالة هتلاقيه قال لي تمام فبالتالي لو دست على كلمة يا معلم من هنا والرسالة ما تبعتت لكش على طول انتظر عشر دقائق بالزبط وهتلاقي الرسالة تبعت لك. هنبدأ ان احنا بقى نخش على مرة تانية من هنا عشان نبدأ نشوف المهمات وعدادها اللي موجود. هتلاقي ان في عدد محترم بيتجدد يوميا تقدر انت تعمل. ولو انت ملاحز الموقع هنا مقسم لك المهمات اولها او سبسكرايب او فولو. وتانيهم هنا وتالتهم اللايقات. فانا هقدر بكل بساطة ان انا خش مسلا على التسكي دي. هدوس على كلمة هيدخلني على الصفحة دي اللي المفروض اعمل لها فولو. فهدوس على كلمة من هنا واجي على الصفحة بتاعة الموقع مرة تانية ودوس على كلمة من هنا. هتلاقيه بيقول لي لازم ان تستنى لمدة عشر ثواني. وتيجي وتعمل اللي تشك. هقول له مفيش مشاكل. انا بكل بساطة هبدأ ان اخش كده انزل وتصفح لمدة عشر ثواني. وبعد كده ارجع تاني وادوس على كلمة طيب هو اللينك الاولاني مش راضي ان هو يعمل لنا اللي تشك. فهنتقرب لينك تاني دلوقتي هو هنشوف النتيجة. هبدأ ان انا اعمل فولو وابدأ ان انا انزل كده يا معلم. واشوف المستات حبة. وبعدها هدوس على كلمة من هنا. هتلاقيه بيقول لك تمام انت كده اخدت فلوسك بنجاح. ففي مشكلة في اللينك الاول بس يا شباب مش اوقت. فدول كانوا ست طرق للربح من الموقع. الطريقة السابعة بقى والمعتادة والمتعرف عليها هو الربح من الاحالات يا معلم عن طريق انت تدوس على كلمة من هنا. وبعدها هتبدأ ان انت تدوس على كلمة من هنا المعلم بتبدأ انت تاخد كوبي كده وتنشره لصحابك لحبابك اللي حابت توريهم الموقع. وطبعا كل ما تجيب احالات اكتر هتبدأ انت تخش في مسابقات في الموقع. وهتكسب ارباح كويس. تقولي طب اي حياة نسبة الاحالة اللي هكسبها قدية اقول لك دوت بقى بيتعلق بالجزء الجاي والمهم جدا من الفيديو بتاعنا وهو الجزء الخاص بالليفيلات لان موقع زي وزي كل المواقع الروسية في نظام وعلى فكرة انه واحد من ناس بفضل النزام دوت جدا. لانه لما بتزيد في الليفل بتزيد ارباحك وبيزيد كمان المعدل اللي تقدر ان انت تحققه يوميا من الموقع. فعشان تخش على صفحة الليفلات ديت هتدوس على علامة النجمة اللي هنا هتلاقي ان انا معايا دلوقتي زيرو بوينت خمستاشر من النجوم اللي موجودة في الموقع. يعني انا حتى مش محصل واحد نجمة. وهتلاقي الليفلات اللي موجودة في الموقع هي قدامك. انا دلوقتي في لان انا لسه دلوقتي حالا مسجل في الموقع. هتلاقي معلم ان انا في النسبة اللي بيخدها من الاحالة هي عشرة في المية ودوت من والليتر واليوتيوب والفيكي. وباقي الانظمة باخدش فيها اي نسبة كويسة. طبعا لما اعلى في الموقع بازن الله هتلاقي ان النسبة بتاعت الاحالات بتزيد وكمان النسبة اللي انت بتاخدها من التسقاط بتزيد وكمان الكمية اللي انت بتسحبها من الموقع والمتاحة ان انت تسحبها من الموقع بتزيد معاك. بالاضافة ان انت تقول ما انت في ما انت تخش على الليفل اللي بعده. يعني زي ما انت ما شايفه مكتوب قدامك اهو. بيقول لك ان بداية السحب في الموقع لما تخش في فانت طول ما انت في الانترن او المتدرب فانت بش تقدر تسحب من الموقع. طول يا معلم يحيطة بان اقدر ازيد في الاليفل ازاي? اقول لك بكل بسيطة مكتوب قدامك اهو. ان انت كل فيديو بتشوفه في اليوتيوب بتاخد عليه زيروبوينت زيرو واحد من النجوم. كل تصكي بتعملها بتبدأ انت تاخد عليها زيرو بوينت زيرو واحد من النجوم. لو انت واحد داخل بنية الاعلان او كمعلن في الموقع فانت كل عشر روبل بتنفقها بتاخد زيرو بوينت عشر من النجوم. في حاجة اسمها بتاخد عليها زيرو واحد من النجوم. وهكذا بقى يا شباب فزي ما انت ما شايف دي قائمة اللي بتزودك في الموقع. طيب طرق السحب ايه في الموقع? بكل بساطة هندوس على كلمة من هنا عشان نبدأ ان احنا نسحب هتلاقي ان فيه كل طرق السحب الممكنة في الحياة. اولهم البير سانيهم وعندك القطف كاش وعندك بس مش متوفر دلوقتي. تقول لي طبي يا حياء الحد الادنى للسحب كام? اقول لك بكل بساطة السحب على الحد الادنى ليه هو ميت روبل. اما السحب على فالحد الادنى ليه هو خمسة وعشرين روبل. اما السحب على فالحد الادنى ليه هو اتنين روبل. اما بالنسبة للحد الادنى للسحب فيه فهو امتين روبل. وهكذا بقى يا شباب زي ما انت ما شايف وبيقول لك ان السحب هنا بيوصل فوري في الموقع. يعني لو سحبت على البير الفلوس هتوصلك فوريا. ولكن كل طريقة سحبه وبيبقى ليها الرسوم بتاعتها. عندك الرسوم بتاعتها احداشر في المية ودي اعلى طريقة سحب في الرسوم. يعني الرسوم بتاعتها عالية جدا فما تسحبوش عليها. عندك الرسوم بتاعت السحب على تسعة في المية بس وده رقم قليل. عندك السحب على القطف كاش سبعة في المية بس ده الرسوم بتاعته معنى الرسوم دوت ان انت لو هتسحب مسلا ميت روبل على قطف كاش فانت هتخصم منك سبعة روبل فقط لغير. اما لو هتسحب على البيير ميت روبل فانت هتخصم منك ستة في المية فقط لغير. فانت هتخصم منك تسعة روبل فقط لغير. فالكمبيشن ديت او رسوم السحب دي الرسوم اللي تتخصم منك على عملية السحب بتاعت. وعشان تسحب على اي طريقة من دول بتبدأ ان ان تختارها من هنا هيبدأ ان هو يحولك على الصفحة او بتاعك. بتيجي تدوس على كيمة من هنا وبتبدأ ان انت تربط طريقة السحب اللي هتسحب بيها. فلو هتربط البايرة هتيجي على خانة الباير من هنا وتحط له الرقم بتاع الباير بتاعك. اول ما تحط له رقم المحفظة بتاعت الباير بتاعك بتدوس على كيمة من هنا هتلاقي بيقول لك حط لي اللي تبعت لك على الاميل اللي انت مسجل به في الموقع. طبعا مش هتبعت لك على طول مباشرة فلازم ان تنتظر عشر دقائق زيها زي رسالة التفعيل اللي كانت بتتبعت لنا انتظرنا عشر دقائق عشان توصل لنا. فالرسائل من الموقع لي الايميل بتاعك ما بتوصلش فوريا. بعد منور العشر دقائق هتلاقي الرسالة تبعتت لك هي على الايميل بتاعك بتاخد من هنا وتحطه لهم هنا يا معلم وتدوس على كامل هتلاقي بيقول لك تمام انت كده ربطت المحفظة بتاعتك لو دوست على بيه من زي هتلاقي يا معلم ان البيرت ربطت وبنجاح والدنيا تمام تمام. لو جيت انت دست على هنا هتلاقي يا معلم المحفظة بتاعتك هو بيقول لك ان الحد الادنى للسحب فيها بقى خمسة وعشرين روبل. يبقى انت كده يا معلم تميت بنجاح عملية الروبل. لو انت ملاحز انا اثناء الفيديو كسبت حوالي اتنين روبل بكل بساطة من مهمات تفعه عملناها مع بعضين انا وانتا. فالموقع على الرغم من هو ما فيوش معلنين كتير. ولكن انت تقدر بتحقق منه مبالغ معقولة انا مش هقول لك جمدة ولكن معقولة. الموقع هنا بقى ضايف لنفسه حاجات تانية بيتميز بيها عن الموقع التانية زي الخانات الجميلة ديت خانت وخانت وخانت وخانت. دعنا نشوف الخانات ديت واحدة واحدة مع بعضين. هخش على الخانت من هنا يا معلم هتلاقي بيقول لك هما اتنين من عشر. فانا كل العلاء ان انا هدوس على كمية من هنا هتلاقي بيقول لك ان انت عشان تشترك في الريس دوت وعشان تكسب فيه خلال الريس دوت انت ضروري ان انت تشارك بعشين نجمة من اللي معاك. طبعا للاسف معيش العدد دوت من النجوم فمش هقدر اشارك ولكن تعالوا نجرب كده ندوس على كمية من هنا هتلاقي بيقول لك ان انت فبالتالي يا شباب انت النجوم اللي انت بتكسبها ديت او الليفيلات اللي بتزيدها في الموقع تقدر ان انت يا معلم تخش بيها مصابقات والمصابقات ديت بتكسبك فدي حاجة مش بيوفرها المواقع التانية. اما الخانة التانية اللي هي خانة اليوتيوب ديت يا جماعة فهي خانة المشاهدة بتاعت الفيديوهات بتاعت اليوتيوب اللي موجودة في عادي جدا. اما الخانة التالتة بتاعت ديت زي تيكت يا نصيب بتبدأ ان انت تشترك فيها يا معلم. فلو انت هتشتري تيكت واحدة بكل بساطة هتدوس على كمية واحد من هنا وتبدأ ان انت تشتري تيكت ديت ولكن سعر تيكت ديت بيبقى عشر روبل. طيب انت ممكن تكسب كان في التيكت اللي انت بتشتريها ديت ممكن تكسب لحد عشر تلاف روبيل. فكل ما تشتري تيكتات اكتر على سبيل مثال مثلا مية تيكت كل ما فرصتك في الفوز بتبقى اكتر. زي فكرة اليونصيب بالزبط يا شباب. طيب الخانة المميزة الرابعة اللي هي بتاعت ديت فانت تقدر ان انت هنا تعمل في الموقع زي اكنك بتتداول فبما اني جمعت واحد روبيل فانا اقدر اشترك في عملية ديت من اول الواحد روبيل اللي انا جمعته دوت فكون اللي عليا بان انا باجي هنا عند بخانة الصم ديت وابدأ ان اقتبل واحد وبعد كده احدد هل السهر هيزيد ولا هيقل فهدوس على كلمة من هنا هتلاقي يا معلم بدء ان هو يقول لي يعنينا عملية الرهان بتاعتي تمت بنجاح. بيبدأ ان هو يعد المؤكد من هنا ويبدأ ان هو يقول لي انا اكسبت ولا اخصرت احنشوف دلوقت انا اكسبت ولا اخصرت مع بعض يا معلم. طيب لמהسف يا معلم عملية الرهيم بتاعتي خسرت. ولكنك لما بتخسر هنا انت ما بتخسرش الواحد روبل كله مرة واحدة. انت بتخسر جزء من الواحد روبل. يعني انا هنا الخسارة بتاعتي هي سالب زيرو بوينت سبعة وتلاتين سنت من الروبل. على الرغم من ان انا شايفها هي حرام لان هي انت بتعمل فيها روان. فانا هبدأ مسلا ان انا جرب مرة تانية بواحد اهو مرة تانية يا شاباب هنشوف هنكسب ولا لأ? بيبدأ ان الطايمر هو يشوف معي انا هكسب ولا هخسر ولا ايه الدنيا اللي هتحصل? طيب النتيجة كانت خسارة وللأسف خسرنا زيرو بوينت تلاتة وتمانين روبل. ففكرة وعملية الرهان يا معلم زي ما انت ما شايفها كده. فعملية دات يا معلم هي عملية رهان بحتة زي ما انت ما شايف. ايا يكن نيجي للحاجة الخامسة اللي هي من هنا. ودي حاجة ممتازة جدا جدا مش بيوفرها برضو المواقع التانية. هنا بيقولك ان انت تقدر تشتري مقابل الروبل بتاعك. يعني انت مثلا النجوم دات هي الليفل بتاعت. وهي اللي بتركك في الليفل. لو انت عايز ترتقي في الليفل بسرعة وتقدر ان انت تعمل اي داع في الموقع او ان انت تشتغل في الموقع وتعمل لك مسلا مبلغ ميت روبل او متين روبل. وتيجي على كلمة من هنا. هي نزلك على الخانة الجميلة ديت اللي بيخليك تقدر ان انت تشتري نجوم عادي جدا من الشخص اللي بيبيعها. يعني عندك مسلا الشخص اللي اسمه ده وتمعلم بيبيع النجمة الواحدة مقابل زيرو تسعة من الروبل. فقدوس على كلمة من هنا وتبدأ ان انت تختار عدد النجوم اللي انت عايزة ولنفرض مسلا خمسين. فبيقول لك ان انت عشان تشتري خمسين نجمة كل اللي عليك ان انت هتدفع خمسة واربعين روبل. فقدوس على كلمة من هنا وتشتري النجوم ديت وهتلاقي نفسك اصبح معاك هنا عدد نجوم خمسين أو اربعين اللي انت اشتريت. فبالتالي هتلاقي نفسك زد في الليفل على طول مباشرة واصبحت في ده للناس اللي حاب ان هي توفر على نفسها وقت وتشتري النجوم الجميلة دي. في نفس الوقت انت لو معاك نجوم كتيرة مسلا واشتغلت في الموقع وحققت نجوم كتيرة مسلا الف نجمة الفين نجمة وحاول ان انت اتبيعهم بكل بساطة هتيجي هنا وتدوس على كمية اللي تحت وهتبدأ ان انت تختار من هنا يا معلم وتكتب الكمية بتاعت البوينتات اللي معاك والنفرد خمسين او قول خمسمية مسلا وهتيجي هنا تحدد لكل نجمة انت هتبيعها ولنفرد واحد روبل فبيقول لك هنا التوتل اللي انت هتكسبه هو ربعمائة خمسة واربعين روبل لان في خمستاشر في المية بياخدهم الموقع عمولة منك على عملية البيع دي بتدوس بعدها على كلمة من هنا ومبروك يا معلم بتاعك بيتنشر زي الناس اللي نشرة دي. ان كان لينا اللي لامر بقية بازن الله هنعمل لكم اثبات سحب بعد ما نشتغل على الموقع ده لفترة واجيزة من الوقت. بس انا كده كده واصق يا معلم ان الموقع صادق وهيدفع لك لو انت جيت تسحب من عليه. ودوت لان فيه احد الاصدقاء واحد المتابعين اللي شغالين على الموقع دوت من بدري بعت لنا سكرين ان هو سحب منه بالفعل. فالناس اللي حابة تبدأ وتشتغل عليه دلوقتي اشتغلوا يا جماعة منصحكم بالموقع لان هيبقى فرصة قويسة جدا له. اتمنى يكون الفيديو عجبكم يكون الشطر حفاتكم. انا عارف ان الفيديو كان طويل ولكن للاسف كان لازم الفيديو يبقى طويل عشان نشرح لكم كل حاجة من الالف للياق في الموقع. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. نسوش اللايك المتين بتاعك والسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.